البعض يتصور ويقول لماذا لا يبادر سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم ويجمع أطياف المعارضة ويوحدهم إلى آخره أنا أقلب السؤال أقول ولما لا يحصل العكس لماذا لا يجتمع أطياف المعارضة ويجلس لوضع خارطة طريق لمجلس تنسيقي وغيره من البرامج ويذهبوا جاهزين لسماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم ويقولون له شيخنا هذه خارطة طريق جلسنا اتفقنا عليها ما هو رأيكم فيها فإذا باركها ما شاء الله يمكن الابتداء بالعمل لا تترقب ولا تتوقع أن الشيخ من البداية يبادر فقد لا يقبل البعض ذلك والشيخ لا يريد أن يكون موضع خلاف وإنما مقامه الأبوي هو المقام الجامع الذي يجمع جميع التيارات فإذا اجتمع أولاده واجتمعت جميع التيارات وذهبت إليه ببرنامج وورقة عمل مكتوبة أتصور والله العالم أنه سيحصل تغير كبير موسيقى موسيقى موسيقى